هذا يقول أثناء الإحرام استعملت مزيل العرق برائحة العطر وكنت جاهلا بعدم الجواز ماذا يلزمني مزيل العرق يا إخواني والكرامات والشامبو والذي فيه رائحة ليست طيب جميل يعني لو الآن أنا وياكي شك خالد رحنا للجماعة اللي أسألوا السال وقلطنا عندهم بطيب ونبمزيل بخور بطيب ونبطيب فالمنهي عنه هو الطيب وليس المزيل ولا الشامبو ولا المراهم هذه لم ينهى عنها حتى لو كان لها رائحة عطرة بعض العلماء يكره أنها يقول فيها شبه فيها شبه بعض العلماء يقول لليست طيبا نعم